إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهديه الله فلا يهديه الله ومن يهديه فلا ناديه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله أيها المسلمون عبادة عظيمة من العبادة التي تقربتها إلى رب المريّة عبادة هي من أبواب الجنة عبادة مرسمة إلى رب الرحمن العين هذه العبادة هي ذر الوالدين يقول الله صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل وقدر ربك أن لا تعبر إذن إياه وبالولادين إحسانا ولا لديك أمك وأبوك أمك الذي حملتك في بطنها تسعة عشر ومن هذا الذي يرفع السكر والحمل مطارس سنة في ليله ونهاره وحيده وتبحانه إلا الأم وطموها لك وعاها وستوها لك السكرات تمرك إذا مرد وتتأور إذا تناهر وتصدر عليك الله لا تضوك كنتا حتى تبتعه تميك عنك الأذى بيدها والواحد يتأفف من أذي نفسه وأما أبوك يجيب الفياس والكفار ويتعرف فكره وعقله وتسمعه من أجلك من أجل أن يؤمن لك الراعة واللغم المنية ويقول الشعر كمة الوجدان بالوالدين مرض عين من إله العالمين ذكروه يطلى بقرآن كريم جاء الإيحاء من وحي الأمين وذكر الإجهاء ده في حم الأمين مر قرنها في عذاب البن الأمين وذكر الإرضاعة من أم الأنوب عينها في لحبة طول السنين كنت محميًا بعين الوالدين صغد عين شاهد عنه تفور واتقل الأب العطور سنه الشجاء إنه ليس بدار كالعين باكن وفيس عيني مثل السكور جاء من بيتي للحصن القصير متعبا في يمني لا يشتكي في نشاط دائم لا يستكي قرمتهم تنقن عطور فنياء بني كن وزين كل اسم الفقه أورو جنة الرحمن كفتم عندهم تحت أبتالي بأمر قد تكون فاقتالي ما ممكن أن روحك خلاه وجئه فيه قبل المنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير من آدم وبركاته الطالب الثاني الصف الثاني